وبرحيل النائب نبيل الفضل فقدت الكويت أحد رجالاتها المخلصين بعد رحلة حافلة بالعطاء من أجل وطنه الكويت وخلال المجلس الحالي شغل الفضل رحمه الله خلال دور الانعقاد الرابع الحالي للمجلس عضوية كلا من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة المرافق العامة ولجنة الشباب والرياضة النائب نبيل الفضل إلى ذمة الله من محراب قاعة عبد الله السالم للنائب نبيل نور الفضل رحمه الله تاريخ سياسي عريق بدأ ككاتب صحفي في جريدة الوطن حيث تتسم كتاباته السياسية بأسلوب النقد الشرس كما عرف عنه نقده لبعض التيارات والشخصيات شارك نبيل الفضل في انتخابات مجلس الأمة عام 2012 وخاض غمار الانتخابات في الدائرة الثالثة وفاز في المركز الثامن من أصل عشرة فائزين بعد أن صوت له أكثر من ثمانية آلاف ناخب وارتكز في حملته الانتخابية بشكل أساسي على مقاله اليومي وبرحيله خسرت الكويت رجلاً كان لا يرى إلى الكويت ومصلحتها رجلاً حارب كل أنواع التطرف الفكري والديني سعياً لتكريس قيم المواطنة الحقة والتي بنيت على أساس احترام القانون ومكافحة التميز بين أبناء الوطن الواحد حتى كلماته الأخيرة كانت تدعو لاحترام هيبة القانون والدولة ستظل أفكاره الوطنية خالدة خسرت الكويت اليوم رجلاً من الوطنيين رحم الله النائب نبيل الفضل وألهم ذويه الصبر والسلوان